استضافة وادي الفروسية تابع الوزارة الداخلية منافسات بطولة جمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة وكأس مصر كما استضافة بطولة جمهورية لالتقاط الأوتاد نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023 بالتنصيق مع الاتحاد المصري للفروسية انطلقت على ملاعب وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية منافسات بطولة جمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة كأس مصر وكذا بطولة جمهورية لالتقاط الأوتاد نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023 بالتنصيق مع الاتحاد المصري للفروسية على مدار يومين استمرت فعاليات كل بطولة ليلا تحت الأضواء الكاشفة حيث استعرض الفرسان مهاراتهم في التقاط الأوتاد في ضوء تمتع الوادي بأفضل التجهيزات التي تمكن الفرسان من إظهار قدراتهم ومهاراتهم على ملاعب ذات مقاييس عالمية فاضلا عن التجهيزات اللوجستية اللازمة لضمان نجاح البطولة وأستبلات مجهزة لإواء الخيول المشاركة تتوفر فيها خدمات بيطارية متميزة ما يساعد على إراحة الخيول المكان ده يعتبر أول مكان أو أول نادي في مصر يبقى فيه كافة الخدمات دي كلها المكان مش بيعمل على أرض الأراضي تحت الفروسية أو الاهتمام بالخيل بس بل إنه هو كمان فيه فنادق متحن الفرسان يقيم فيها بيعمل على راحة الفرسان والخيل وزارة الدخلية مقاديها أحسن أداء من حس الأراضي والتجهيزات ومن حس برضه الإسعافات إن الإسعافات دايماً جاهزة وفيه دكتور دايماً واقف معنا في الأرض فاخر الأرض جودة الأرض إحنا الحمد لله ده المكان ده من أحسن من أحسن الأماكن اللي في مصر وبالعكس إنه هو يعني هو مش في مصر بس ده على مستوى العالم كمان إنه هو مجهز على الأعلى مستوى الأراضي مجهزة على الأعلى مستوى وبتدي الفرسة للفرسان إنهم يقدوا أحسن ما عندهم ويأتي استضافة الوادي لهاتين البطولتين استمراراً للنجاحات التي حققها في استضافة بطولات سابقة منذ أن قامت وزارة الداخلية بتطويره ورفع كفاءته ليصبح مستعداً لاستضافة البطولات الفرسية محلياً ودولياً وإسهاماً منها في الارتقاء بهذه الرياضة ما كان طبعاً مجهز على أعلى مستوى أنه هو يستقبل كل النوادي إنها تبقى موجودة هنا في النادي الأراضي المجهزة، الاستبلطة على أعلى مستوى الأراضي نفسها، الأراضي التسخين، أراضي المباراة وطبعاً ده كان واضح جداً لما استقبلنا تصفيات كاف العالم في شهر واحد خدمات نفسها المكان كله بيكون على أعلى مستوى وكل الناس بتحاول تساعد بأعلى قادرة ممكن إنها تساعد بي بحيث أن البطولة نفسها تبقى خارجة بشكل قد يدان يوفر وادي الفروسية الأجواء الملائمة لنجاح أي بطولة فروسية تقام على ملعبه إضافة إلى موقعه المتميز على بحيرة عين الحياة بمنطقة عين الصيرة بالفستاطة وهو ما يجمع بين الاستمتاع بأجواء البطولة وبالموقع المتميز للوادي اشتركوا في القناة